جيل بيرتو النهاردة محمود كهرباء كان محتاج هدف ماتش اللي فات قده مباراة كبيرة لكن كان عنده صوتة وفيه فضاعة الفرص النهاردة في ده 14 محمد مجد أفشا بيدي له هدية وهو قبل الهدية وبسجل هدف حلو يعيد الثقة مرة أخرى لمحمود كهرباء يعني بالتأكيد يعني كهرباء لو بنتكلم عن التقييم في المباراة هو أفشا هما نجمين المباراة بالأرقام والإحصائيات يعني فالنهاردة لأه كان محتاج الهدف ده كهرباء كمان بيصنع موجودة ده معناه أن تمركزه في الملعب جيد هو مركز أن هو نهاردة يبقى تمركزه بشكل جيد يعني حتى نسبة تمريرات وبنتكلم من سبعة سبعة تمريرات صح من تسع تمريرات عملها فدي برضو حاجة كويسة بيضغط بشكل كويس فلأ النهاردة كهرباء إجمالا بيقدم مباراة كويسة وزي ده اللي احنا قلنا يعني خلي بالك احنا قلنا قبل المباراة ايه الأهداف اللي انت ممكن تطلع منها من المباراة دي اللي هي المباراة المفترض بتبقى سهلة لو انت في حالتك الطبعية جدا المباراة بتبقى سهلة حققنا تقريبا كل حاجة فيها أفشى نهاردة راجل بيسجل وبيصنع وتقريبا هو أكتر واحد لمس الكرة داخل الملعب وتحركاته في كل حتة بيحرك اللعيبة كهرباء بيسجل وصنع نهاردة كهرباء بيسجل وبيصنع قلنا أن طهر محمد طهر مش بس هيبقى على الطرفة في وجود كمان مروان وأكرم بيلعب نشوفه نهاردة في كرة الجنل الهدف الأول كان موجود زيادة عدد داخل منطقة الجزاء وهو اللي بيزوده كهرباء الكرة كانت معاه وجاي من الخلف للأمام وبقى اتنين زيادة بيصنع الهدف بتاع أفشى بتمريره وهو متواجد على منطقة التمنتاشر يحيي عطيته الله في لعبة الهدف التاني كان موجود كمان مش عطار فكان موجود في المنطقة بتاعة التمنتاشر فنهاردة بيعمل الزياد شفنا دي كانت هجمة مرتدة نموذجية في التحول واللعيبة كلها بتجري لسبرينت وكل واحد تمركزه فالنهاردة إجمالا كل حاجة يعني الإيجابيات كلها احنا استفدنا منها وده أمر جيد جدا من المباراة اللي زي ما كابتن هاني كده قال طالما عندك الفرصة تسجل تسجل لإن هي بتبقى رعب للمنافسين وكان بتدي كنت تسجعها الفرق اللي جاي بالضبط